السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مين؟ واحد من عباد الله خير؟ عاوزيه وجاي لي مين؟ قلت لك واحد من عباد الله لا عرف حدي هنا ولا ليه مصلحة بحد حتدوني شاي ولا روح لحالي وماشي كده في انصاص اللي قالي وما خايفش؟ أنا متوكل على ربنا أخذت من إيه؟ وعلى إيه؟ صح، كلنا متوكلين على ربنا جرب، جرب ده في يدك يدي لكم باية شاي أبو عمو صدق كابتر خيرك لا لا ما ليش فيه يا أبو عمو ما فيش في ايدينا حاجة أنا عمرجي بحكمة بحر ومجبل شافوه؟ قلت عين؟ لفينا بيه شرجة وغربة وبرضو ما فيش فيه جنبينا يا بوي أنا حلفت باللهلة أنت نبيت عند الليلة دي حلفت جابلك وخلصنا خلاص يلا توكل على الله خلونا ناخد لنا غافوة طب حلفان على حلفانك والله ما تحلف كتر خيركم كرمكم زايد حكاية كلها ساعتين على الفجر يعني مش مستهلة يعني لا رضي تقول لنا أنت مين ولا رايح فين ولا حتى رضي تقول لنا على اسمك اسمي خلف خلف الله عاشت لسامي وأنا غرابلي ودول والدة عمي فرج وضغاء زين الرجال تصبح على خير ما عايز حاجة قبل ما نمش يا خلف الله انتو ما لزمكمش حاجة نلزمكم السدر وأنا هدعي الرب اللي يسترها معنا جميعا آمين يا رب آمين تصبح على خير يا خلف الله السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام موسيقى أنا ما مصدقش اللي هتقولوه دي شيء خلف الله كان هنا للتنبارح كيه إحنا لجيناه داخل علينا بعد العشة وجاعد معانا وروحنا وسبناه باية مطرح وما كانش رضي يقوله على اسمه ولا رايح فين ولا حتى زي منين يمكن ما يكونش هو لا هو ما شفتش عينيه عاملك ايه ما تقدرش والله العظيم يعمل حج تبص فيه تتنفض على طول يا بوي عالمعر ده راجل غلبان وعلى باب الله غرب لي بس لقلبه خفايا ايه امار هنفضل طول النهار نقول هو ولا مش هو لما الراجل يروح كده ولا كده يلا يا امو هاتوا الراجل وتعالي يلا اها يا كلام ده الشاي روحوا إياهم يا أخي او راجل المصورة ببعض المصورة 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 تحقص الحج متعلجي بقى الشهاء والد عمي خلي عينك على الطريق وخلاص احنا برضه متحجدناش منه في الطالمة اشتركوا في القناة 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 اما 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 أمه 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 يا حش يا حش طارق عندها علي طارق عندها عليك يا أمه يا أمه استني هتدخل على الرجل وهو نام جوه ولدي طارق ولدي رجعني يا حش ولدي رجعني أنا مالك عليها حجل والتعمال هو أنا نمتي كثير هو أنا عيان لا يا ولدي أنت بخير والحمد لله صح يا حش خليه نايم ويسحل وحده تعال يا ولدي تعال يا ولدي بخط نبوك تعال يا أجب لك إيه تاكله ثلاثة أيام يشرب كوباية لبن عنيزة صغيرة وسليجي تفروجه بس موسيقى 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 اهلا 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 فضل فضل سيدي فضل 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 خير خير إن شاء الله أنا عارف أني ما يحجريش أن أنا أعبر اللي عملت وعارف أني أنت حتعذرني لما تعرف أنا لأعملت كده يغد وامر يا سيدي تشغل يا سيدي ماير بالدقة يا سمين شابة زينة عتدرس الجامعة جات من مدة وجلت عاوزة تحجب قل لحل بركة بعدها مدة جات وقالت لازمة تنجب طوعناها بعدها جفلت على روحها أمها سمعتها وهي بتتحدد مع ناس داخلت عليها لجيتها لوحدها تاية الحكيم قال دي حالة نفسية إداها دواء حالتها بجت في النازل بجت تجري زي المدبوبة عريانة لوحد تمسكها تصرغ وتشد شعرها جفلنا عليها الباب بجت لحد ينظرها ولا هي تنظر حد خفنا لحد تشوف المصيبة بتاعتنا دي والبيت يوجد في حالها موسيقى موسيقى نسيقى ترجمة نانسي قنقر 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 فضل 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 أهلا وسهلا حلة البركة علينا يا سيدي اشتركوا في القناة مش عارفين إيه اللي جرالها فجأة بقت كترة ان شاء الله ربنا يشفيه على دين سيدنا تعال تعال يا سيدي سيدنا يا خطراحة احنا جنبك بربية تحتاج عاجل اشتركوا في القناة 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 اورا اشتركوا في القناة انتامي المترجم للقناة 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 تسم الله المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة فضل المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة على السرقة نحن نتفعديه ما سرقتش ما سرقتش وبيت تخضر ضريتها بحاجة يعني ما قربتش عليها اشتركوا في القناة لا نستمتع بحاجة لا نستمتع بحاجة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتا يزامن جواي شطان هغالبني فين الحرام اللي عندك يا عمدة انا ما عنديش حرامية يا سعد تلباشر انا عندي الشيخ خلق والمتهى باريء عارفين يا سيدي سلمني بقى الشيخ خلق الله فين هو انا هو جدامك هو خضو شكرينا عمدة السلام يا باش مغرب تاخد رجالة وياك وترقبوا الناقص اللي اسموا برعة ده هو رجالتو واللي يقرب من الشيخ خلف تلخوه على طول اوامرك يا حج يلا وانت ضغار اوامرك يا عمدة تاخد رجالة وتعسطروا قدام المركز يلا اوامرك يا عمدة والي من onde اصبحت اوامرك يا حسنا اوامك يا Brussell ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تحق؟ خلاص خلاص بس أنا قلت أني لي أشروط تفاهم الأول، وبعدين اتشرط فيه دهب مدفون هتدلكم على مكانه كنز فيه له الكنز دي مش اقول لك فينه إلا لما اتواجه على شروطي موفقين عبا كون بتخلط لك انت طور اتشارت زي ما انت عايز ناوي تدخل على بيت نغتك الليلة ان شاء الله على سنة الله ورسوله انت؟ تتتوش بالتغتاني؟ انت؟ سامو عينا مولانا تراح فيه مالك هده كده مضحكوا معاه مالك في كيه تروح تاني هام الكنزة ده هيتكسب اه طبعا هيتقسم علينا احنا التلاتة مش كده؟ لا اعتبن نصيبي مهربت اختك كنت ظلمة كم عادة هنعمل ايه في اللي احنا فيه ده؟ انا خلاص ما عارفش افكر قدينا جربنا الدكاتلة والمشايخ كمان خلطت ايه منش فاهم انا ده؟ اخوتها واسفر المغرب يا اخويا بيقولوا المغربية اللي بتتكلمي عنها داي؟ قالها ما كفناهش احنا المصايب داي؟ يعني عايزني البيت تروح من ايدي؟ مصيب ولا اكبر من كده؟ الشيخ ده اللي اسمه خلف يوه احنا مش عايزين نسمع سيرة دي تاني مش تعريفة بس الول ايه اللي حصل؟ جال لي ايه؟ قالك ايه؟ هو انت كمان قعدت تتكلم معاك بدل ما تروح تقتله؟ عايقوله اه ان فيه كنزة ودهب كتير دهب؟ وعمور المركز عيوكد لي ان الراجل دي سره باتع وانه هو ايه كمان؟ لا مفيش ما تكمل يا اخوي تكمل اقول ايه ما انت عارفة كل حاجة عارفة ظروفي انا جررت السجل شوف ايه ماقولي خب حسن الشيخلف عاوز اتجوز بنتك نعم اهو دهلك الناقص انت برعي استحيل تكون اخوي عايز تضحي بنتي عشان تنز يعالم موجود ولا لا؟ لا انا ما قولتش كده انا كل اللي جي في راسي اني يا سفين بنتك ايه ماتت؟ عايز تدفنها بالحية معاك؟ مع راجل زي ده؟ ما يمكن يكون دي علاجها علاجها انك تدفنها بالحية؟ لا انت جبت اخيرها انا هاخد بنتي واطلع بيها على مصر وهوديها احسن ما صحة ناجل استني بس مالك فيك ايه؟ مش يمكن يكون شفاها على يد الراجل دي؟ تبش لسه من شوية قلت كنت انت عاوزت تبديها المغرب؟ بعدين انا ممكن يكون دي الراجل دي مسها وكده تبقى مارته لا انا مش قادر اصدق الكلام لبيت قيل ده انا قربتك جن ايه يا ربي اللي بيحصل لنا ده؟ استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم مش قادر استحمل ملحبت تده اه 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 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 واردم بس قبل ما تردم اتأكد عتردم على إيه لأن الدهب اللي هتطلع من الأرض تيجي تروح وربنا واحده اللي يعلم هتكون رحمين نعم بيه بركتك يا شيخ خلص بركتك يا شيخ خلص بركتك شوف تادي في الزنوك يحمد بيه يحمد بيه بعد اللي سمعته من عامد بيه بجد بجد أنت مكشوف عنك الحجاب وياريت نشوف الفلوس أجل آه طبعا نشوف الفلوس بعد الشغل نتعرف برا بعض أهبر وسهل أنا تجوز من ده من مين؟ من دجال دجال إيه يا سمين؟ ده ولي من الأولاد وكمان مهندس ده فتح كنز الخالق يسوى ملايين عارفة يعني إيه ملايين يا ياسمين؟ يعني إيه واهبابا؟ انتو مفيش في دمكه غير الفلوس مش حاسين بالمصيبة اللي انتو عملتوها؟ لو مسمياها مصيبة يا ياسمين يبقى نازم يفهمك كل حاجة انت يا بنتي مش عارفة انت كنت يفقني حالة مش عارفة كنت بتعملي إيه في نفسك اهدي يا ياسمين كده وفهمي الراجل ده من يوم اتجوزك والحمد لله رجعتي أحسن من الأول انت كنتش عاوزاني أعمل إيه يا بنتي؟ وانت بتعرف لحمك وبتقطعي في هدومك وعايزة تمشي في الشوارع عريانه والله عايزة تفهميني انت كنت خايفة علىه وبس على سلامتي وبس مكنتش طمعانة في الكلم زي اللي فضحوا لكم الدجال ده لازم يطلق لي وحالة انا مش قادر اتصور ان واحد بالبشعة دي ممكن يشوف لحم الدجال ده يتجوزني انا والله لمنطبة تستمع الارض ما هيقصة اوقعني اوقعني اتفضل يا مولانا اوقعني يا ميت اوقعني يا ميت اوقعني يا ميت اطلعي ضدك ما تنجلهوش اللي بامري اطلعي ما عليش يا سيدنا والنبي متزع المين حاجيني ساعيينة صغيرة مش فاهم حاك اطلعي اطلعي حاضر حقك علينا يلا يا بنتي اطلعي اهلا مولانا كده مالا طب المدام مراتك اما المين الانم تخد حاجتك وتوكل على الله اه ارجع يا مدرحي ووقع دي لحد ما تخد حقك ليه مولانا اوفر كده انا في حياتي ما شبت مشايخ بالطريقة دي هم مش بيقولوا كل شي اخدوا طريقة ولا ايه تشرفيه يا باشا تشكر يا عمدة انا مدرح من واحد زي دا وانتوا واقفين تتبرجوا انا اكيد بحرم لا ده كبوس ايه دي يا اسمين يا بنتي حرام عليك اخرج برد وليه يا ماما يخرج برد انت عارف انت لو مخرجتش من هنا انا حرتك في الجناية لو قربت مني انا حموت نفسي انا حزي على سلسارة انا حزي على السلسارة انا حزي على السلسارة التي فعلتها انا طالب حزي على السلسارة انت تتولي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما يطلع مية مية اسمع كلام اللي هقوله ده كلام مهم كتب التاريخ بتقول ان التماثيل اللي طلعتوها كانت هي وش الترطة انا ما خبيش عليك حاولت احفر بس ما جادش فايدة وهنا يجي دورك انت بقى انت اللي هتقول لي احفر فين وانا من ناحيتي وشرف امي لعيشك في دنيا تانية ولسه في دنيا تانية طبعا دنيا كلها عزة ومتعة تاكل اطعم وقلزة اكي تلبس اشيك لبس تسكن في افخم قصر ده مش عندك كل الحاجات دي عايز ايه تاني عايز باقي الترطة مش هستنى عليك كتير ولا عايزني كل يوم ابعتلك صباع من ثوابع شرباط اسف اصدي من ثوابع المدامي كيف اكراك؟ يعني المشاطك براحتك الليلة حنكحد الله عليك عسن النبي برضو عسن قاتل اضافن ا magistب San عسن اكراك تباك اضافن واتل يعني نحن العلون 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 اشتركوا في القناة 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 داني اشتركوا في القناة خمسة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللهم بسطوة من لا يعجزه حاميم اشتركوا في القناة 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 ايها فارس ولو أركض لو خطيت برجلك بره العربية الحياة والعجارب هتلزحك انت دخلت هنا ازاي؟ انا محسيتش بيك لما دخلت العربية يعني كلها مسجرة فول اوبشن هتبرني غريب ومعرفكش والغريبة عمى ولو كان بصير انا قابلت مشايح كتير بس انت حاجة تانية وانت كمان حاجة تانية طب عندي سؤال يدك هم رجالتي كلهم ماتوا؟ العلم عند الله العمال ام كمان ماتوا؟ طب دول ايه زنبوهم؟ ناس على باب الله طلعت استرزق عملوا ايه غلط عشان يحصل لهم ده؟ وانت رجل بطع ربنا مايرضكش اللي يطلعهم في انصاص الليالي عشان يكحتوا من اعمالكم صلت عليكم ما كانوش بيعملوا حاجة غلط ولا حرام يا شيخ ام كمان ماتوا العلم عند الله اه طبعا ضروري وانا يا شيخ هموت؟ هتشوف اللي مكتوب لك اطلع 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 اشتركوا في القناة 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 حسن بعد الشر عليك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة